مرحبا الطلابي أهلا وسهلا فيكم بحسة جديدة من مادة اللغة العربية اليوم حستنا مراجعة لأدوات الاستفهام اللي حكينا عنا بحسة سابقة ضع علامة استفهام مناسبة مكان النقاط فيما يلي نحن عنا هن سؤال ولكن ينقصه أداة استفهام والإجابة بتكون بالجهة الأخرى أول جملة عنا فراغ حالك وعلامة استفهام الإجابة بتكون بخير والحمد لله فإذا إذا بدنا نسأل عن الحال نسأل بكيفة كيف حالك بخير والحمد لله الجملة التالية تحب معلمك الإجابة نعم أحب معلمي الإجابة بتكون نعم أحب معلمي إذا بدنا نسأل والإجابة بتكون بنعم نحن شرحناها بالحسة السابقة هل تحب معلمك؟ نعم أحب معلمي أداة الاستفهام هل تذهب إلى المدرسة الساعة السابعة صباحا تذهب إلى المدرسة الإجابة بتكون السابعة صباحا شو أداة الاستفهام ممكن نستعمله؟ متى تستعمل للوقت؟ متى تذهب إلى المدرسة الساعة السابعة صباحا عنا كمان هيدي الجملة يلعب الولد الإجابة بتكون في النادي إذا بدنا نسأل نحن عن المكان شو اتفقنا؟ شو بتكون أداة الاستفهام؟ أين يلعب الولد؟ والإجابة تكون في النادي فإذا أين يلعب الولد؟ في النادي عدد الورد الإجابة بتكون ثلاث وردات إذا بدنا نسأل عن العدد نسأل بي كم؟ كم عدد الورد؟ ثلاث وردات إذا بدنا نسأل كمان تفعل الإجابة بتكون ألعب بالكرة ماذا تفعل؟ ألعب بالكرة نضيف أداة الاستفهام ماذا؟ صل السؤال بالإجابة المناسبة فيما يلي أين ستذهب غدا؟ محمد؟ أم إلى المدرسة؟ أم نعم؟ شكره؟ أم ذكرت دروسي جيدا؟ أين ستذهب غدا؟ إلى المدرسة من صديقك المفضل لديك؟ من صديقك المفضل لديك؟ الإجابة بتكون محمد ماذا فعلت بعد المدرسة؟ نعم؟ أم ذكرت دروسي جيدا؟ ماذا فعلت بعد المدرسة؟ ذكرت دروسي جيدا؟ هل شكر أدهم أباك؟ نعم؟ شكره؟ وصلنا السؤال بجوابه فإذا نسأل عن المكان بأين؟ عن الشخص بمن؟ عن الحال؟ بماذا؟ وبالإجابة إذا كانت الإجابة نعم أم لا؟ هل؟ هايدي كانت مراجعتنا لحصة أدوات الاستفهام ما ننسى أنه تفقنا نحن أداة الاستفهام زائد جملة الاستفهام زائد علامة الاستفهام يصبح عنا جملة تامة هايدي كانت حستنا لليوم طلابي ما تنسوا تحلوا هايدي البطاقة وبعدها تتواصلوا مع المعلمة عبر تطبيق زوم إلى اللقاء طلابي في حصة قادمة من مادة اللغة العربية إلى اللقاء